اشتركوا في القناة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه والسنة بسنته إلى يوم الدين وبعد أبناءنا طلاب الصفح الثاني عشر مرحبا بكم في منصتكم التعليمية المتميزة الرائدة منصة التميز التعليمية النموذجية ومع درس متجدد من دروس لغتنا العربية الجميلة ومع درس من فنون البلاغة وأغراض الخبر البلاغية تناولنا في درسين سابقين أبناءنا الطلاب الصورة التركبية لجملة الخبر وتناولنا أيضا الأغراض الأصلية للخبر وفي هذا الدرس نتناول أغراض الخبر البلاغية كما تعلمنا أبناءنا أن الخبر أي الأسلوب الخبري يلقى لغرضين أصيلين الغرض الأول فائدة الخبر والغرض الثاني لازم الفائدة كما تعلمنا في الدرس السابق لكن الخبر قد يخرج عن هذه الأغراض الأصلية إلى أغراض بلاغية تفهم من الكلام وهذا ما سنتناوله في درسنا اليوم إن شاء الله إذن معنا أغراض الخبر البلاغية الخبر قد يلقى لأغراض أخرى غير فائدة الخبر ولازم الفائدة كما فهمنا في الأغراض الأصلية يلقى لأغراض أخرى بلاغية تفهم من السياق والقراء والأحوال وسنجل منها الفقر والاسترحام وإظهار التحصر وإظهار الضعف والحس على السعي والجد والمدحة والسفرية والتهديد والتنزيه والمصر سنتناول سويا أمثلة لهذه الأغراض البلاغية فلنركز سويا أبناءنا الطلاب اقرأ معي المثال يقول أبو فراس الحمداني ومكارمي عدد النجوم ومنزلي مأوى الكرام ومنزل الأضعاف ومكارمي الشاعر يفخر واضح واضح بصورة جلية من البيت أن الشاعر يفخر وأبو فراس مشهور بذلك ومكارمي عدد النجوم ومنزلي مأوى الكرام ومنزل الأضعاف إذن أحسن واضح وظاهر جليا أن الشاعر يقصد بهذا الكلام الفخر إذن الغرض هنا ليس غرض أصلي لفائدة الخبر أو لازم الفائدة وإنما الغرض هو الفخر يقول المتنبي في رساء جدته رساء يكون ذكر محاسن الموتى مدح لكن للموتى فليسمى مدح المدح يقال للأحياء بذكر محاسنهم لكن إذا ذكرت محاسن من مات فيسمى ذلك رساء أتاها كتابي بعد يأس وترحة فماتت سرورا بي فمتت بها غم حرام على قلبي السرور حرام على قلبي السرور فإنني أعد الذي ماتت به بعدها ثم إذن رسائب الشاعر يتحصر الرساء تعرف أن الكلام غرضه التحصر إذن المتنبي يظهر التحصر على جدته كذلك أرسل المتنبي وهو في محبسه إلى السلطان المتنبي كان قد يعني غضب عليه السلطان فسجنه فحبسه فرسل إليه يقول دعوتك عند انقطاع الرجاء والموت مني كحبل الوريد دعوتك لما براني البناء وأوهن رجلي ثقل الحديد الشاعر هنا يخاطب السلطان فما غرضه بهذا الكلام الاسترحام والاستعطاف يسترحمه يستعطفه ليخلي سبيله ويفرج عنه يقول الله تعالى رواية عن زكريا عليه السلام رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الرَّأْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ أَلَيْكَ رَبِّي شَقِيًّا هذا الكلام على لسان سيدنا زكريا عليه السلام يظهر ضعفه لله وهذا حال الإيمان والدعاء مع الله سبحانه وتعالى أيها الأبناء أن الإنسان المؤمن في دعائه لله يظهر ضعفه لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منه ويغفر الله ويرحمه إذن هنا إظهار الضعف إظهار الضعف لما درسنا الفقه والتحسر والاسترحام والاستعطاف وإظهار الضعف مثال آخر بغرض بلاغي آخر يقول ابن نباتة السعدي يفوت ضجيع الطرهات طلابه يفوت ضجيع الطرهات طلابه ويدنو إلى الحاجات من بات ساعيا واحد من نباتة يحس ويحفس ويشجع يقول يفوت ضجيع الطرهات طلابه طلابه يعني مطالبه ومآربه يعني من ينام على الراحة والأباطيل تفوته مطالبه وأهدافه ويدنو إلى الحاجات من بات ساعيا ويحقق أهدافه صاحب الجد والسعي الغرض هنا الحث على الساعي والجد يقول ابن زهير أو يقول زهير ابن أبي سلمة زهير معروف من شعراء العصر الجاهلي ومن أصحاب المعلقات ومن شعراء الحكمة وأبيض فياض يداه غمامة على معتفيه ما تغيب فواضله زهير كان يحب الكرم ويمدح أصحابك تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله إذن الغرض هنا المدح واضح أنه يمدح زهير يمدح رجلا كريما بهذا الكلام إذن رأينا أيها الأبناء أن الخبر يخرج عن أغراضه الأصلية لهي فائدة الخبر ولازب الفائدة إلى أغراض بلاغية التي تكرنا كالمدح والرساء والاسترحاب وإظهار الضعف وغيرها من الأغراض هنا سنتعرف من خلال أمثلة أيضا على أغراض بلاغية أخرى منها السكرية والتهديد والتنزيح والنصر من خطبة للحجاج ابن يوسف الثقافية تعلمون أن الحجاج كان أميرا يعني اشتهر بالشدة والقسوة فيقول من أعياه داؤه فعندي دواؤه ومن استطال أجله فعلي أن أعجله ومن ثقل عليه رأسه وضعت عنه ثقله يا الله أحسنت من قال هذا تهديد تهديد وأي تهديد من الحجاج حتى يخيف الناس اختر أيضا من الأغراض البلاغية بين القوسين ما يناسب قال ابن الرومي لرجل ذي أنف كبير حملت أنفا يراه الناس كلهم من ألف ميل عيانا لا ببقياسه لو شئت كسبا به صادفت مكتسبا أو انتصارا مضى كالسيف والفأس واضح أنه يسخر ويستهزئ ولكن ليس هذا من خلق المسلم أيها الأبناء السخرية والسزاء لأن القرآن نهانا يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا لكننا هنا نتعلم من فنون البلاغة غرض الكلام لكننا لا نقبل بالسخرية والاستهزاب وقال إلي أبو ماضي إن شر الجنات في الأرض نفس تتوخى قبل الرحيل الرحيلة وترى الشوك في الورود وتعمى أن ترى فوقها لدى إكليلة حقيق إلي أبو ماضي من الشعراء الرائعين في الدعوة إلى التفاؤل وذنب التشاؤم يحمل على المتشائمين الذين لا يرون في الحياة شيئا جميلا وإنما يرون دائما القضيح فيقول إن شر الجنات في الأرض نفس تتوخى تقصد قبل الرحيل الرحيل ينتظر الموت قبل الأجل وترى الشوك في الورود يرى الورود الجميلة فلا يرى فيها إلا الشوك وتعمى أن ترى فوقها لدى إكليلة يعني تاج جميل إذن الغرض هنا النصح ينصح الإنسان بأن ينظر إلى جمال الأمور ويبتعد عن قبحها أيضا معنا في معرفة الأغراض سبحان الله العظيم سبحان تنزيه وإجلال لله سبحانه وتعالى فهو تنزيه لله سبحانه وتعالى إذن أبناءنا الطلاب تعلمنا في هذا الدرس السهل يسير بهذا الأسلوب وبتلك الأمثلة البلاغية الجميلة ومع تلك الأبيات والنماذج الرائعة أن الخبر قد يخرج عن أغراضه الأصلية إلى أغراض بلاغية تعرف بالسياق والأحوال كما تعلمنا ونلتقي في درس آخر من دروس فنون البلاغة إن شاء الله نترككم في رعاية الله وأمنه